هل ستنجح قوى إعلان الحرية والتغيير في الاتفاق على اسم سريعا ضمن المهلة المحددة بأسبوع التي حددها الطرفان لتوقيع الاتفاق؟ هناك ترشيح لسيد عمر أدير من عام حزب المؤتمر الشعبي هناك حديث عن سيد عبدالله أو الدكتور عبدالله حمدوك المقرب من الحزب الشيوعي هل ستتفق هذه القوى على اسم واحد لرئاسة الحكومة؟ لا أتوقع أن يحصل اتفاق قريب هذا الأسبوع سيمضي ولن تتفق هذه القوى السياسية على ترشيحاتها بل أنني أمضي إلى أكثر من ذلك وأقول أنها إذا كان قوى الحرية والتغيير قد تنجح في تسمية رئيس وزراء وتشكيل أو تقديم أسماء لحكومة انتقالية حتى يوم أول أغسطس تكون هذا نجاحا كبيرا لكن لا أتوقع أن يمضي ذلك الأمر بالسهولة التي يتحدث بها عدد من قيادات الحرية والتغيير الذين بالخارج هذه الأوضاع الداخلية والنزاعات داخل الأحزاب هذه لن تمكنها من الاتفاق والتوافق على أي تشكيل حكومي حتى نهاية هذا الشهر بذلك لا أتوقع أن يتم ذلك خلال الأسبوع الذي تم الإعلان عنه نعم أما